اهلا بكم باش مهانسين وده كترة التالتة عدادي في حلقة جديدة من حلقات الفاينال ريفيجن ناس كتيرة بعثوا وطلبوا يسألوا على امتحان محافظة الدأهلية للجومتري قالوا ان فيه افكار كتيرة وقفة معاهم طيب تعالوا نحل مع بعض الامتحان وامسك معايا ورقة وقلم سجل كل النوتس المهمة وكل الافكار اللي هي هتحس ان هي جديدة عليك يلا يلا بنا نبدأ اول سؤال معانا بيقول اي قوات في الدنيا سايكلك او مش سايكلك الصم بتاع الفور انجلز اللي هما الانتيريور انجلز دايما بيكونوا 360 ديجريز يعني نختار مع بعض لتر سي number two بيقولي the area of a circle is 25 by centimeter square the straight line L is of distance 5 centimeter then L is what طيب خلي بالك انا عشان اعرف هي اللاين دوت outside the circle ولا tangent ولا secant ولا ايه بالزبط لازم بعمل compare ما بين الم ايه والار هيحصل حاجة من الاربعة لو الم ايه greater than الار يبقى اللاين دوت هيبقى بره circle لو الم ايه equals الار يبقى ده tangent للسيركل لو الم ايه smaller than ar يبقى ده secant لو الم ايه equals zero يبقى ده هيعدي على center طيب يبقى انا محتاج اجيب الار عشان اعرف اقارن انا معايا ايه انا معايا الارية بتاعة circle اللي هي عبارة عن by r squared وهو قيل ان هي 25 by تعالي نcancel ال by مع ال by فبقت الار squared 25 و الار بقت square root ال 25 فبقت equals 5 centimeter هنا عرفنا ان اللاين يبعد نفس مسافة ال radius الم ايه equals الار equals 5 centimeter وكأن السيركل هتبقى كده واللاين هيبقى كده والمسافة ديه هي بعد الم عن الايه اللي هي مين اللي هي radius يبقى ساعتها ال هيبقى tangent to the circle tangent to the circle يبقى نختار مع بعض letter b number three بيقولي a b c d e f is a regular hexagon كلمة hexagon يعني polygon من six sites وكلمة regular يعني السايتس كلها قد بعض والانجلز كلها قد بعض drone inside a circle اترسم جوة circle then measure of arc a b equals what طيب بص كده انا بس عايز اريك شكل regular hexagon طبعا يعني على قد ما نقدر هنرسمه بالتقريب مش هنرسمه مظبوط قوي تمام بص كده اهو وهنا هوت كده ده كمان ونروح رسمين كده ده ايه ده regular hexagon اسمه a b c d e f تمام رسمنا circle بتعدي على كل ال vertsies مش عايز ارسم circle كلها انا عايز ارسم ال arc ده بس اللي احنا عايزين فاكر لو انا رسمت ال diagonals بالمنظر ده كده بص كده جوه regular hexagon هيبقى كل triangle من 6 triangle ده دولت هيبقى equilateral triangle وطالما هو equilateral triangle يبقى ال angle بتاعته هتبقى كام 60 طب مش دي تعتبر central angle جوه circle وانا عايز الميجر بتاع opposite arc والarc دايما equals central angle اللي اقصاده يبقى ال angle هتبقى ب60 والarc هتبقى ب60 ونختار مع بعض letter a تعال نشوف سؤال ال proof بيقول ايه بيقولي in the opposite figure a b c d is a quad drawn inside the circle يبقى الراجل قال ان ده كده cycle quad measure angle b m d decentral angle equals measure angle b c d تمام عايز measure angle a in degrees طيب علشان ما نعودش نكتب proof طويل وحروف كتيرة هاجي في الاول كده وقل له let measure angle b m d equals 2 x مش معنى سميتها كده لانها central angle وهتبقى double a inscribed angle subtended by the same arc صح تمام يبقى therefore measure of angle b c d هي كمان هتبقى 2 x ليه given هو قال ان الاثنين قد بعض هروح كتب عليها 2 x therefore measure angle b a d equals half measure angle b m d equals x ليه أصلي b a d ديت inscribed angle و b m d decentral angle subtended by the same arc الهوى مين l b d أقولو كده هوت inscribed and central angles subtended by the same arc أرح كاتب اسم الأرح اللي هو اسمه ايه b c d تمام طيب مش هو قال ان الفيجر دوت cycle quad تعال كده نقول since ان a b c d is a cycle quad given هو قالك ان هو مرسوم جوة circle يبقى هو بيقولك ان هو cycle quad يبقى therefore measure angle a plus measure angle c equals 180 degrees اش معنى اصلوهم two opposite angles ما لهم هيكونوا supplementary يعني مجموحهم 180 طيب angle a بكام بx وangle c بكام ب2x يعني x plus 2x equals 180 يعني 3x equals 180 يعني ال x هتبقى 180 divided 3 equals mean 60 degrees انت عايز ايه انا عايز angle a اللي هي x يبقى قلو كده في الاخر therefore measure angle a equals x equals 60 degrees number 2 a بيقول باردو choose the correct answer in the opposite figure اول سؤال if e belong to a b ray measure angle e b c 85 degrees وال ارك a b الميجر بتاعه 110 then measure angle b d c equals تعالى نحلل الكلام المكتوب عشان نعرف نوصل بسهولة واضح ان a وال b وال c و d forward c lie on the circle يبقى الشكل ده ايه cycle quad يبقى exterior angle اللي هي c b e equals interior at opposite vertex يبقى انا كده معايا دي كلها بكام ب85 degrees خلينا نكتبها جوه احلى اهو 85 دي كلها على بعض الاتنين مع بعض مديني measure of arc a b 110 يبقى inscribe the angle اللي في وشه اللي هي a d b نص ال 110 يبقى ال part دو تبقى ب55 انا عايز الباقي او هو عايز ال b d c فنعمل ايه هعمل 85 minus 55 تطلع بكام ب30 degrees يعني نختار مع بعض letter a number 2 بيقولي the altitudes of the obtuse angle triangle كلمة altitudes يعني height اللي هو بيبقى نازل من ال vertex perpendicular عمل 90 مع ال base جوه او بالنسبة ل obtuse angle triangle يا ترى three heights او three altitudes بيتقابلوا برا ولا جوه ولا في حتة معينة في triangle احنا معانا ثلاث انواع من triangle angles accurate angle triangle the heights بتاعته بتبقى جوه يبقى ال inside دي خاصة بال accurate angled triangle تمام بتكون كده بيبقى عندك كده هوة triangle بالمنظر دوت وتروح راسم 90 وتروح راسم 90 وتروح راسم 90 فيتقابلوا ايه جوه طيب عند one من دي خاصة ب right angled triangle لان لما بيكون right angle triangle بيكون اصلا في height مرسوم وفي height مرسوم وبترسي منت ال height التالت فبيتقابلوا كلهم عند 90 ديجريز الاوبتيوس بقى اللي هو السؤال بتاعنا لأ دول بيتقابلوا برا بعمل اوبتيوس angle triangle وبتدي اعمل extension للسايد دوت وابتدي انزل ال height دوت واروح ماده اروح منزل ال height دوت واروح ماده واروح مرسم ال height التالت فيتقابلوا فين بيتقابلوا برا الترينجل يبقى الاوبتيوس ال height بتاعته outside the triangle السؤال اللي بعد كده بيقول the length of the arc represent half the circle equals what خلي بالك احنا عندنا قانون اللينس للايه بتاع ال arc ايه القانون الميجر بتاع ال arc over 360 time is circumference اللي هو 2 by r طيب لما تبقى semi circle او half circle فالانجل بقت بكام 180 طيب 180 over 360 بقت بكام بhalf يبقى half times 2 by r هنcancel 2 مع 2 فتطلع طول semi circle عبارة عن by r ونختار letter b letter b بيقول لي a b c d is a paralogram where a c equals b c prove that in c d is a tangent to the circumcircle of triangle a b c طيب هنرسم رسمك روكي حتى كده لparalogram ونحط هنا a b c d قال لك ايه بعد كده قال لك ان ال a c تعال كده نرسم ال a c equals ال b c حتى لو الرسمة مش مظبوطة hundred percent فيبقى ده كده يبقى معنى كده ان ال two base angles جوه isos list triangle كونجراند قد بعض في الميجر تمام عايزي عايز يثبت ان c d الخط دوت مالو tangent لل circle اللي بتعدي على الترانجل a b c تمام انا هطويل لك بس ده كده عشان تبقى شايفه طيب انا عايز اعتبر ده tangent يبقى على طول انا محتاج اثبت ان دي angle of tangency add الانجل اللي في وش الكورد صح يعني انا محتاج اثبت المطلوب هنا ان انت محتاج تثبت ان angle a c d equals angle من b لو قدرت تثبت كده يبقى انت كده حليت المسألة طيب يا مستر انا برضو مش عارف الفكر او مجاتش في دماغي او انا بطلخبط دايما مين قد مين قلنا نتصرف ازاي قلنا خيالية بالقلم الروساسكد تمام فبقى ايه c d ده tangent وبقى الانجل وف تانجنسي a c d مين الارك بتاعها a c يبقى مين الانجل الارك b يبقى برضو بطريقة تانية انا عايز اثبت ان ال a c d اللي هتبقى فيما بعد الانجل وف تانجنسي الانجل اللي هي اسمها a b معاك الطريقتين المهم تبقى فاهم ايه المطلوب طيب تعال بقى نثبته ازاي اثبت ان angle a c d قد بيه اول حاجة انا هشتغل على التريانجل اللي احنا قلنا عليه اسوسلس يبقى اقوله كده in triangle a b c مالو since in a c equals b c given يبقى therefore measure angle c a b equals measure angle b لي isosilis triangle واشنسمي دي رقم كام رقم وان طيب مش هو قال ان a b c d بريلو جرام او since ان حضرتك قلت ان a b c d is a بريلو جرام يبقى معنى كده هو ان b a بريل لل c d يبقى معنى كده في alternate angle حرف زده يبقى therefore measure angle c a b equals measure angle a c d alternate angles وروح نسمي دي رقم كام رقم 2 نركز مع بعض شايف c a b و c a b متكرر صح يبقى معنى كده angle b equals angle a c d اكتب له ازاي ديت ولا هتكتب حيك هتقول له كده from one and two من الجملتين one and two therefore measure angle a c d equals measure angle b وتروح كاتب اللي هو قاله لك يوب therefore c d is a tangent to the circum circle of triangle a b c سهلة ممكن تعمل بوز وتحاول تعيدها تاني وتحاول تكتبها بيدك number three a بيقول in the opposite figure a b is a diameter in the circle m اول ما اسمع كلمة diameter يبقى ده في semicircle يبقى الارك a d b 180 والارك a c b 180 قال لي ايه قال لي ان ال a b intersect c d at e where measure arc a d equals arc b d equals three measure arc a c then measure of arc a e c equals what طيب فكر معي انا عايز اجيب angle a e c يبقى لازم يكون معي the two opposite arc علشان اعمل اللي هو half الصم بتاع the two arcs طيب انا معي ال a b ده diameter طالما diameter يبقى كل ال arc اللي تحت دوت 180 واضح ان ال a d add b d يبقى دية نص 180 وده نص 180 نص 180 يبقى lark ده بكام ب 90 نص 180 يبقى lark ده بكام ب 90 قال لك ايه قال لك سواء lark a d او b d تلات مرات l-ac يعني معنى كده ان l-ac third 90 tilt 90 يبقى ده بكام ب 30 يبقى angle e عبارة عن 90 plus 30 divided 2 اللي هي نص 120 هتبقى بكام ب 60 degrees طيب نكتب القصة دي او نكتب البروف ازاي بشوش هو قال لك ايه هو قال لي اول حاجة ان a b is a diameter قل له زي الفل شكر فانت تقول therefore measure of arc a d b كله على بعضه 180 degrees between bracket semi circle تمام طيب since ان حضرتك قلت ان measure of arc a d equals measure of arc b d يبقى therefore measure of arc a d equals measure of arc b d equals 180 divided to equals 90 degrees وسمي اللي فوق دي كانت given طيب since ان الم measure of arc b d three times measure of arc a c يبقى therefore measure of arc a c عبارة عن 90 divided three ماشينا three divided فتبقى equals 30 degrees فاضل ان احنا نجيب الwell known problem ازاي بكتب الwell known problem باخد جزء الانترسيكشن داوت بقوله since ان ال a b intersect c d at point e يبقى therefore الانجل اللي انت عايزها measure angle a e c اللي هي الانجل ديت عبارة عن نص the two opposite arcs l-ac و-bd يبقى half measure بتاع arc ac plus measure بتاع arc اللي ناحية التانية اللي اسمه كام او اللي اسمه ايه bd يعني half وهنا 30 وهنا 90 يعني half multiply 120 equals 60 degrees وهو ده required to prove ده سؤال جميل وحلو برضو حاول تحلو تاني لوحدك letter b يقولي in the opposite figure two concentric circles triangle abc drawn where its vertices lie on the greater circle and its side touches يعني هتبقى tangent to the small circle at x y z prove that in abc is an equilateral triangle بص كده عشان بس نفهم مساءدات هي سهلة رفاش حاجة علشان اثبت ان هو equilateral triangle انا محتاج اثبت ان ab add ac add bc والab في circle الكبير عبارة عن cord يعني انا محتاج اثبت ان cord ab add cord ac add cord bc طب ازاي اثبت ان two cords are equal بحتاج اثبت ان على بعد مسافة سبتة من center يبقى انا محتاج اعمل construction اللي هي ارسم المسافة فانا هوصل mx طبعا ده radius وهوصل mz طبعا ده radius ثاني وهوصل m y ده radius ثالت طبعا كده التلاتة قد بعد كل radius مع tangent هيكون ايه perpendicular ففي الحالة ديت الradius الاولاني اللي هو اسمه mx هيبقى perpendicular على ab وradius اللي هو m y perpendicular على bc وradius اللي هو mz perpendicular على ac والتلاتة قد بعد طيب يبقى معنى كده ال cord ab add the cord ac add the cord bc طب هو اسمه cord جوه circle لكن اسمه ايه في triangle اسمه side يبقى وطالما اقدر اقول ان ده ايه equilateral triangle طيب اكتبها ازاي تعال نكتبها مع بعض اول حاجة هقوله ان احنا عملنا construction زودنا حاجات ايه هي هقوله draw mx وmy وmz تمام في مشكلة طيب انا عايز اثبت حاجتين اول حاجة اول حاجة عايز اثبت ان الثلاثة equal وperpendicular فهم equal a since ان mx equals m y equals mz من l دول ريدياي اصلي يا جماعة جميع ريدياي في نفس circle are equal in lens وسامي دي number كام وسامي دي number one الشارط التانية عايز اثبت ان ان تأتي perpendicular طيب هقوله since ان ab will bc and ac are tangents to the circle to the circle يبقى therefore كل ريديايس هيكون perpendicular على مين على tangent بتاعه يعني mx هتبقى perpendicular على ab m y هتبقى perpendicular على bc mz هتبقى perpendicular على ac بس كده احنا حققنا ايه الشارطين اللي هم equal وperpendicular يبقى ab cord هيبقى equals bc cord هيبقى equals ac cord وطالما التلاتة متساويين جوا نفس triangle يبقى therefore a triangle اللي اسمه abc is an equilateral triangle سهلة ولا فيها اي مشكلة سهلة for a بيقولي in the opposite figure two circles m and n their radii are ten centimeter six centimeter respectively يعني على الترتيب يعني الكبيرة بتن والcircle الصغيرة n بكام radius بتاعها بsix and they are touching internally طيب طالما هما touching internally فاكر علاقة ال m n اه طالما هما touching internally فالمفروض ان ال m n كان هيبقى equals r1 minus r2 يعني ten minus six equals كام four يبقى ال m n ب كام ب four تمام ال ab is a common tangent ال common tangent بيبقى عامل ايه على line of centers بيكون perpendicular يعني angle a هتبقى 90 degrees the area of triangle b m n الصغير دوت اهو لا انا بقى لونهولك بالاخضر دوت ال area بتاعته عبارة عن كام عن 24 سنتيمتر سكوار طيب هو ايه قانون area بتاعت triangle time is height الهاف خلاص مين البيز ال m n اللي احنا جبناها before مين الهايت من شوية كنا بنقول في سؤال قبل كده ان طالما optus angle triangle الهايت بيكون برة triangle يبقى الهايت هو مين هو ab هو عايز طول الab يعني هو عايز الهايت تاني half time is base time is height equals 24 يعني two time is height ما نص الفور بتو بتوينتي فور يبقى الهايت بكم ب12 يبقى الab هيبقى بكم ب12 الفكرة اكتب الكلام ده ازاي هقول هقول كده since ان M كما N R two circles ما لهم touching internally therefore M N equals R one minus R two equals ten minus six equals four centimeter واسم دي number one since ان الab is a common tangent يبقى therefore الab perpendicular to M in straight line الاكستنشن كمان بتاعه يعني therefore الab is the height of triangle BMN since in the area of a triangle equals half times base times height يبقى therefore the area of triangle اللي هو مدهوني اللي هو BMN equals half الbase اللي هو MN height اللي هو AB وهو في المسألة مديك ان الarea بكام ب24 فهوح كاتب له 24 يبقى half multiply 4 multiply AB ب24 half 4 ب2 AB equals 24 24 يبقى AB 24 divided 2 يبقى AB equals 12 cm ده سؤال حلو هو كمان letter B بيقول AB and CD are two parallel chords in the circle M AD intersect CB at E prove that in triangle E AB is an isosilus triangle واضح واضح ان انا معايا circle بالمنظر دوت فيها two parallel chords ادي chord ده ودي chord ايه chord تاني هسمي واحد اسمه AB وسمي التاني CD ونحط كده ان هما ايه parallel لبعض قال لك ايه قال لي ان AD ادي AD intersect CB ادي CB at point الpoint اللي تقابله فيها ديت سمها ايه سمها ايه ما لنجد دعوة ديمش center ولا حاجة prove that ان ال E AB الترانجل اللي فوق ده عبارة عن isosilus triangle يعني ايه isosilus triangle يعني عايز اثبت ان في two base angles قد بعض يعني عايز اسألك هل angle A قد angle B لو قدرنا نقول ان angle A قد angle B يبقى two angles اللي في ال base تاعة triangle قد بعض يبقى ساعتها ده كده isosilus triangle طيب ايه الجiven الجiven قال لك ان AB barrel لل CD احنا متفقين مع بعض اي two barrel cords يبقى ال two arcs اللي بينهم are equal يبقى therefore measure of arc AC equals measure of arc B D طيب طالما الارك قد الارك مش يبقى الinscribe angle اللقصاد الارك الاولاني equals الinscribe angle اللقصاد الارك التاني مشانا لو انا عندي two arcs equal يبقى two inscribe angles قد بعض اه يبقى اقول له كده يبقى therefore measure angle D A B equals measure angle C B A اكتب between bracket اقول له كده هو two two inscribe angles opposite two equal two equal arcs عشان هما inscribe angle اصاد اركين متساوين طيب تعالا بقى نخش في triangle يبقى قلو كده in triangle A B E طالما اثبت ان measure angle A at the measure angle B اللي جوه triangle يبقى therefore A E equals B E في الحالة دي يبقى triangle يبقى therefore triangle E A B is an isosceles triangle مسألة سهلة وما فيهاش حاجة برضو ممكن تراجحها مرة كمان 5 A بيقول لي in the opposite figure A B and A C are two tangent segment to the circle M اول ما يقول لك two tangent segment يبقى line اللي مرسوم من A يبقى ده كده A isosceles triangle وال A M هيبقى اسمه bisector طيب bisector وفيه جزء منه بسيرتي يبقى الجزء الثاني بكام بسيرتي يبقى angle A كلها بكام بسيكستي طب لما يكون isosceles وفيه angle بسيكستي يبقى في الحال دي ده مش isosceles لكن ده ايه برافو ده اكويلاترال فبالتالي البرامتر هيبقى عبارة عن 8 plus 8 plus 8 أو 8 times 3 لانت تقد بعض هيبقى 24 سنتيمتر نكتب ازاي الكلام ده هقول حضرتك قلت ان AB وال AC are two tangent segments يبقى therefore AB equals AC وبقى كده isosceles triangle و since ان AM by 6 angle B AC يبقى therefore measure angle B AM هتكون add measure angle C AM كل واحدة فيهم هتكون 30 degrees يبقى therefore measure angle B AC equals what 30 و 30 60 طيب انا قلت ان هو isosceles triangle ورجعت قلت ان هو في angle 60 يبقى from one and two therefore ال triangle A B C is an equilateral triangle يعني therefore ال perimeter of triangle A B C اي side multiply 3 تطلع بكام ب24 سنتيمتر طيب ده الطلب الاولين تعال نشوف الطلب الثاني عايز angle E angle E ديت تعتبر ها inscribe angle اصاد مين اصاد الارك BC طيب في نفس الوقت الانجل اسمها ABC دي angle of tangency جبناها بكام ب60 من الاول lateral triangle طيب الانجل of tangency والانسكرايب ده angle لما يكونوا subtended by the same arc مش بيكونوا قد بعض يبقى angle E بكام يبقى angle E ب60 degrees اكتب الكلام ده ازاي انا بس بدل مطلع وانزل استأذنكم انا هكتبه في الحتة الصغيرة ديت عشان ان الاب is a tangent يب اذر فور angle ABC is an angle of tangency يب اذر فور measure angle E equal measure angle ABC equals 60 degrees between bracket angle of tangency and inscribed angle subtended by الارك اللي اسمه A اللي اسمه BC خلاص يبقى ده كده second required في الجزء الصغير دوت كل اللي عملناه angle E inscribed وصادها الارك BC angle ABC angle of tangency وصادها الارك BC الاثنين ليهم نفس الارك يبقى الاثنين ليهم نفس المasure وكده كده ABC جوه equilateral triangle يبقى كلهم هما الاثنين مع بعض كل واحدة فيهم بكام ب60 ب60 degrees letter B بيقول لي in the opposite figure ABCD is a quad AX BZ CZ DX bisect A B C D respectively يعني AX بيقسم angle A BY أو BZ بيقسم angle B CZ بيقسم C وهكذا عايز يثبت إن الشكل الصغير اللي جوه دوت اللي هو ده عايز يثبت إن هو cycle quad أنا علشان أثبت إن هو cycle quad هحاول أثبت إن أي اتنين angles وقصات بعض مجموحهم 180 supplementary لو قدرت أثبت إن angle Y و angle L بلاس بعد 180 يبقى أنا كده أثبت إن هو إيه ده cycle quad علشان بس هو الرسمة طويلة وفيها تفاصيل كتيرة فبدل ما كل شوية قاعدة قوله بي اي اكس اكس اي مش عايف ايه لأ تعال نسميهم أنا هحتاج الجوة دوت عشان أربطهم مع angle L فسميت D1 وسميت D2 وبرضو هحتاج الاتنين اللي تحت هسمي واحدة C والتانية 4 عشان أربطها مع angle من مع angle Y تمام فأنت كل تعمله ارسم الرسمة وحطله الأرقام على الرسمة عشان تبقى الأرقام اللي انت هتقولها وصاده فورقة الإجابة تعال بشويش بقى أنا همسك حاجة حاجة أنا همسك A B L ركز معي انا هقسم الصفحة نصين عشان اللي هعمله في المثلث الاولاني هعمله في المثلث التاني ركزوا معي يا شباب عشان هي مسألة إيلا شوي اي في الدنيا مجموعة بتاعته كام 180 يعني أقدر أقوله أن الأنجل اللي أنا مسميها رقم 1 plus الأنجل اللي أنا مسميها رقم 2 plus الأنجل اللي هي التالتة اللي هي L ديت عبارة عن كام عبارة عن 180 والعداد مجموعة الأنجل الانتيريور أنجل 180 A ديجريز أنت عايز إيه أنا عايز L الوحدة خلص خلي L الوحدة يبقى أنجل L الوحدة عبارة عن 180 minus ودي 1 و2 ناحية التانية measure of angle 1 plus measure of angle A 2 angle 1 مش دي نص الA صح وangle 2 مش دي نص الB فهتقوله كده هو يبقى therefore أو الأول نقوله since أن measure angle 1 half measure angle A and measure second angle half measure angle B هه يبقى therefore measure angle L دي عبارة عن 180 minus خد الhalf common factor half طلعناها بره measure A plus measure B سمي دي كده هو أول معلومة إحنا وصلنا لها شايف 4 5 طور دول اللي في المسلس A B L هنعيدهم تاني بس معاني مسلس C D Y يبقى N triangle C D Y نفس الكلام بالضبط هتقول لي measure assert angle وال force angle و angle Y become sum بتاع angles 180 خلي Y لوحدة عشان انت عايز تربطها مع L يبقى measure of angle Y عبارة عن 180 minus mash 3 و mash 4 يبقى angle 3 plus angle كام angle 4 مين 3 دي نص D أو since measure angle 3 أهي angle 3 ديت half measure angle D يعني أنا أقدر أشيل 3 وحط نص D و measure angle 4 D نص angle C يبقى أقدر أقول له أن measure angle Y عبارة عن 180 وهاخد الhalf بره كامل وشيل 3 أحط مين D وشيل 4 وحط A angle C لحد هنا سميت D و كامتو لحد هنا أعتقد ما فيش أي مشكلة مع حد بصلي بقى شايف الجملة ديت وشايف الجملة ديت أنا عايز أثبت أن L Y plus بعد 180 فهقول له by adding هعمل plus لكل اللي في الشمال واللي في اليمين في 1 و 2 مين في الشمال measure of angle L plus measure الشمال اللي في ناحية التانية angle Y equals نركز مع بعض 180 minus half A minus half B حل أنا بس بدل ما عملها مرة واحدة قل تقسمها لك وزعت ال half النحية النحية التانية الناحية التانية minus half هه D و minus half C الحد هنا في مشكلة طيب equals 180 180 ديت بال 360 minus half half خدنا half من من A ومن B ومن C ومن D أو من D ومن C طيب لما خدنا half C وديد وال four angles جوا قد يعني مجموحهم كام 360 يبقى 360 minus half times 360 أنا شلت كل دول وحطيت مكانهم كام 360 فبقت 360 minus نص 360 كام 180 360 minus 180 180 يبقى أنا كده هو وصلت إن angle L plus angle Y equals 180 and they are two opposite supplementary angles يبقى معنى كده هو لما يكون عندي two angles في وش بعد جوه شكل من four sides البلاس بتعالي 2 وصاب بعد 180 يبقى الشكل ده هيبقى a cyclic quad فاقوله كده هو يبقى therefore xyz is a cyclic quad وهو ده اللي هو ايه اللي هو طلبه امتحان ممكن يكون فيه افكار دسمة بس دايما اقول لك إن اي فكرة دسمة لما ذكرها ما تبقاش دسمة خلاص بقيت عارفها فلما جي لي هعرف احلها بسهولة اتمنى تكون فهمت كل الافكار التقيلة حاول تحلها تاني بيدك اشوفك على خير في محافظة جديدة ومراجعة جديدة وإلى اللقاء